عندي قناة على اليوتيوب مفاعل الربح مفاعل الاعلانات عندي ادسينس اكاونت لكن للأسف بعض الناس اللي بتفرغوا على فيديوهاتي احيانا يقولولي هناك اعلانات للأسف سيئة جدا وطبعا لا تتناسب يعني لا من قريب ولا من بعيد مع اخلاءنا عادتنا تقاليدنا معدلنا فوق كل شيء وفوق كل اعتبار طب اعمل ايه؟ انا بقى كصاحب قناة هل انا اقدر اتحكم في نوع الاعلانات اللي تظهر على قناتي وبالتالي اتجنب اي نوع من الاعلانات السيئة والمسيئة واللي ممكن بسببها هتاخد حبة فلوس ولكن في المقابل هتاخد سيئات قد كده تعمل ايه؟ ده اللي جايين اتعرف عليه في هذا الفيديو القصير يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما تم شافينا يا شباب انا هنا على الادسينس بتاعي دي اللي فوق على الشمال دي دي جديدة ما كانت شمال وده قبل كده كنا على طب بنبدأ بهم واندرك تحتها كل شيء لكن دلوقتي عملوا بتضغط عليها بتجيلك بهذا الشكل اجي هنا ابص على هذا الجزء يعني احجب اي اعلانات غير مرغوب فيها هتيجي هنا هي دي بقى كده عندي ثلاث خانات الخانة الاولى ادفرطايزر يوريلز لو في حد معين بعينه انت مش حابب ان اي اعلان يخصه يتحط عندك هتضغط على هذا الجزء وتحط اليوريل بتاع قناته لكن دي اللي انا عايزها سينستيف كاتيجوريز هي دي تضغط هنا منيج سينستيف كاتيجوريز وهنا بقى تختار اللي مش عاجبك مثلا هنا اهو خليني انا يعني فيه كزا حاجة كنت اقفلها لكن انا اه عملت لكله عشان افرقكم اجي من البداية هنا واختار انا مش عايز ايه اكيد مش عايز اهو اقول له لو سمحت مش عايز اي اعلان يخص ما يسمى يكون عندي على قناتي على فكرة كلمة هنا دي لا تعني حاجة سيئة في اللغة الانجليزية بمعنى الادوية اللي انت بتشتريها من الصيدلية يعني بيقول عليها ودي الاشياء المكملة اكيد طبعا هنا مثلا بلاج دي ممكن برضو بلاج دي اه دي بقى طبعا سيئة جدا الكلمة دي مش لطيفة عارفين العاب الامار والحاجات دي الويتلوس احيانا بيبقى فيه صور مش لطيفة ابدا انا هنا مثلا جيت اخترت دول بعد كده ارائب وتابع وخلي حد من اصحابي يلقي نظرة ويتابع معايا على فترات ويقول لي هل نوعية الفيديوهات اللي بتظهر على قناتي سيئة ولا الامور اتزبطت اكتر واكتر انا اللي عايز اشوف الجنرال كاتيجوريز بقى بتيجي هنا مانيج وبردو بنفس الطريقة بتختار اشنا لغة اشنا لغة اشنا لغة اشتركوا في القناة